أعلنت وزيرة الصحة والسكان هيلازايد أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا لأكثر من مئة ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح خلال الفترة من العشرين من يوليو الجاري حتى اليوم يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي والتي يجرى تطبيقها بجميع المحافظات السياحية تباعا بالمجان أكد بيان للوزارة على أن فرق التواصل المجتمعي توجب القرى السياحية والأسواق العامة والفنادق السياحية والطرق الرئيسية بمدينة العالمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا